السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في إطار تحضير الانتحان الوطني سأقدم هذا الفيديو كمراجعة للوحدة الثانية علم الورادة كمقدمة لاحظنا في الدروس السابقة أن دائما الكائن الحي تكون في بداية ظهور للبيضة يعني التقاء حيوان منوي دائما ببويضة أو بويضة فتعطي بيضة لك نسموها بالخلية البيضية فنحن نلاحظ دائما بأن هذه الخلية البيضية بعد مرور متزمنية تظهر عدة أشكال مختلفة التي تعطي الجنة تختلف حسب محتوىها لو بالتالي كالقائن ما تعطيني إنسان دجاجة أرنب أو سمكة أيضا لاحظنا أن ينحضر التؤامان الحقيقيين من نفس الخلية البيضية يعني أنهم تشابهين مئة في المئة لهذا تسميناهم تؤامان حقيقيين لماذا؟ أنهم جوا من نفس الخلية البيضية يعني جوا من نفس البيضة يعني من نفس الحيوان المنوي ومن نفس البيضة يعني الناتجة عن إخصاب بويضة بحيوان منوي لونفسه وباختلاف الثوء مغير الحقيقيين الذين ينحدرون من خليتين بيضيتين مختلفتين يعني أنه يأتي من حيوانين منويين ومن بويضتين أيضا مختلفتين يعني ما يكون في قناة فالوب البويضة هذا تكون عندي هذه البويضة عادتك تنقاسم وكيجوش الحيوان المنوي فكيخصبو أو كي توقع عندي جوش البيضات كيكونوا في قناة فالوب وبالتالي كيكون عندي جوش الحيوان المنوي كيخصبو بويضتين مختلفتين وهكا تلقى جوش دول التوائم كيزدو في نفس المدة ولكن صفاتهم مختلفين واضح نشب حلته أمان الحقيقيين ودبعا نشح لكم كيف تظهر هذه النتيجة يعني في الأول كيكون عندي حيوان مناوي وبويضة أي مشيج داكري ومشيج أنتوي كيوقع الإخصاب بناتهم ثم تدمج نواة الحيوان المنوي في نواة البويضة فيتموا الإخصاب وبالتالي نحصل على بيضة ومنه هذا البيضة كتعرض لانقسامات باش تعتني الجنين ولكن نكت نقاسم فالفترة إلى مستوى خليتين هذه الخليتين غيرتوني أربع خلايا بعد ذلك سألاحظ ماذا؟ أن هذه الخليتين في بعض الحالات يمكن أنهم ينشطروا كليا ويعطون جوجة الخلايا يعني أن الخليتين اللي حصلت لهم جوج جوجهم جوا من نفس البيضة اللي انقسمت على جوج بدل ما البيضة تنقسم الجوج ربعا وبدأ تعطيني أعداد اللي متضاعفة بالتالي تعطيني جنين واحد هذه البيضة اللي انقسم على جوج سأعطي إوقع الانفصال إليها على شكلهم وبالتالي سأعطيني كل الجزء من هذه البيضة لذلك الجزء الثاني كل واحد غيرتين قاسم ويعطني الجنين أول ثم يعطني الجنين الثاني لاحظنا أيضا أنه تعتبر أنه جضل لأول حيوان ورد بواسطة تقنية الاستنساخ بلوكلوناج سنة 1996 انطلاقا من خلية جسدية ما نقول خلية جسدية فهي ضد الخلية الجنسية يعني إما من اليد أو الرجل أو العين أو الأنف يعني من خلايا الجسد باستثناء الخلايا الجنسية لما خلايا الخصة وخلايا المعبض إذن نجوجة الخلايا جنسية عند الإنسان تختلف لما خلايا الخصية وخلايا المعبض لما كارتونية هذا العناص اللي تسمون بالخلايا الجنسية أما اللي كيكون الجسم جميع أعضاء اللي كيكون الجسم باستثناء الخصية والمعبض فتسمون بالخلايا الجسدية اللي اخذناها منينا هذه الخلايا الجسدية أخذت من تدي الأم ومنذ ذلك الحين تولى عمليات الاستنساخ عند عدة أنواع منه التدييات الماكر الدول يسمونهم بحل خنازير أبقار أرانب وقطاب ونرى هذا بالطريقة كيف أجدنا لها إذن في الأول كانت عندي أم ناجا دولي خذنا خلية تدي دوليها من بعد عرضناها لإنقسامات خلوية من بعد عرضنا الإنقسامات أعطتني جنين هذا الجنين زرعته في الرحم دولي ومنه أعطتني ناجا دولي إذن كمدخل عام نقش هذا الوثائق مثلتها اللي وردتكم الوثيقة الأولى لاحظنا أن كل خلية بيضية يعني اللي هي البيضة تعطي كائن يتميز بصفات وراتية نوعية يعني رغم أننا في الأول دائما نقلقوا بيضة إلا أن النتيجة اللي هي الجنين تكون لها صفات وراتية نوعية بحيث تعطي البيضة اللي هي الخلية البيضية للإنسان إنسانا والخلية للبيضة للسمكة تعطي سمكة وهكذا أما الوثيقة إثنان فلاحظنا أنه ينحدر التوأمين الحقيقيين اللذان يتميزان بنفس الصفات البراتية عند النفس الخلية البيضية وفي الوثيقة الثلاثة لقد أنه تنحدر دولي التي يتميز بنفس الصفات أمها من خلية جسدية لخلية التدي كتتمة للمدخل العام لاحظنا أنه يقدم العالم الحي أمتلة كثيرا استمرارية في النوع اسمها بلا كونتينويتات سواء كان نباتا أو حيوانا سواء كان معقدا أو بسيطا فالبكتريات على بساطتها لا تغطي سواء بكتريات دائما إلا حظنا هذا شيء بالعيل مجرد أبنك نشوف في الطبيعة أماني ما كلقى زوج من البكتريات أو البكتريات أو زوج من الكائنات الأخرى يمكن يعطيني كائن آخر دائما البكتريات يعطوني بكتريات زوج من الفئران غيرتيني فئران وكذلك نبات بدرة الطمر لا يعطي سوى نخلا متمران يتبين إذن أن هناك برنامج ويراتي ينتقل من جيل إلى آخر ويسمى هذا البرنامج بالخبر الوراتي الانفورماشن جينيتيك يبدو للوهلة الأولى أن هذا الخبر تابت بالنسبة لكل نوع غير أن مقارنة فردين من النوع الإنساني مثلا تبرز أن لكل فرد خصائص البنيوية والوظيفية يعني إذا اجبت جوج الأفراد من النوع البشري ووقفتهم جوج إذن ستبلكم أنهم سوف يجعون عندهم جوج العينين عندهم أنف الوصل ولكن شكل العينين شكل الأنف كيختلف ليس منهم بالخصائص البنيوية إذا قلت لديك الفردين من جوج صيروا يجري لي واحد المسافة واحد سيجري بسرعة لأخر سيجري بسرعة أقل يعني أن عندهم أيضا وظائف اللي يقوم بها مختلفة لكي يجو أيضا من الأعضاء وهذا دليل على أن الخبر الوراثي معرض للتغيير كل هذه المعطيات تدفعنا لطرح بعض التساؤلات اللي كتكون للشكل التالي ما هو مفهوم هذا الخبر الوراثي وما طبيعته وآلية تعبيره كيف ينقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي وكيف تنقل الصفات الوراثية عن ثنائيات الصيغة الصيغة سنبدأ بالفصل الأول الأول فهو الخبر الوراثي أنشوفه مفهومه في أول كبيرة طبيعته في الثانية كبيرة وآلية تعبيره في الثالثة كبيرة كمقدمة ينتج التوأمان الحقيقية لفريجومو عن بيضة واحدة كيف ما شفنا سابقا بعد اتحاد ببيضة واحدة من الأم وحيوان منوي واحد من الأب هذه البيضة تنقسم إلى خليتين تتكاثر كل منهما لتعطيان في الأخير كائنين متشابهين يشتركان في جل الصفات كيف ما تلاحظون عن التوأم سيامي اللي لاحظون أنهم متشابهين أو ملتسقين التساق جزئي لماذا؟ حيوان البيضة فشرت نقسم إلى جزئين وتتنزر أول وجزء الثاني لغيرتني الدوأمان هذاك الانقسام ما تتمش كليا نقف واحد الجزء مرتبط لهذاك اللحظة عنده الدوأمين لواء التحام لواء كيف يكون التحام لواء جزئي أو إذن نقول ملتسقين التساقا جزئيا واضح؟ هذا التشابه بين هات التوأمين يدل على أن الصفات الوراثية يحكمها برنامج وراثي دقيق يتموضع على مستوى الخلايا وينتقل من خلية إلى أخرى أثناء تكاتوريا بعد ذلك تطلب الكشف على الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي مجموعة من التجارب أفضت إلى تحديد البنية الجزئة المسكولة على نقله عبر الخلايا وعبر الأجياء لأننا نرى عبر الفقرات هذا الدرس بالنسبة للتساؤلات سنجيب على أين يتموضع هذا الخبر الوراثي على مستوى الخلية بما أن الحيوى المنوي والوضومة خلية تعطي خلية واحدة ثم كيف ينتقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى ثم ما الطبيعة الكيميائية لهذا الخبر الوراثي لما هي مكونات هذا الخبر الوراثي ثم ما هي آلية تعبير الخبر الوراثي إذن على شكل ماذا يعبر هذا الخبر الجزء من هذا الدرس وهو مفهوم الخبر الوراثي وقبل أول تساؤل يمكن أن تلحوه عن مفهوم الخبر الوراثي أين سيتموضع هذا الخبر الوراثي دائما على مستوى الخلية بالنسبة لهذا التموضع الخبر الوراثي بما أنه على مستوى الخلية سندرسنا معين الكائنات إما الكائنات الأحادية الخلية أو الكائنات تنائية الخلية سنقوم بالكشف عن تموضع الخبر الوراثي عند كإنحي وحيد الخلية و أبسط مثال لوا مثال تحلب الأستابولاريا في الجدل المشترك درسنا أنواع التحاليب و جبدناها كمثال تحلب الأستابولاريا وقلنا أن التحلب الأستابولاريا هو تحلب كله مكور من خلية واحدة هذا التحلب يكون من جزئين مهمين و يكونوا واضحين و الجزء الثالث الذي يكون داخل التربة واضح إذن لاحظوا معي الآن هذا التحلب يظهر على الشكل التالي يظهر على الشكل التالي لنك لاحظوا معي الوثيقة جيدا إذن عندنا الأعلى كتب القبعة ثم كيبانو السيقان هنعرض نكبر هات الصورة شوح ما يمزين دائما القبعة و الساق خلن ناخد تحلب واحد دائما كتب القبعة و الساق إذن الآن سأقوم بدراسة هات المكوين دي لتحلب الأستابولاريا إذن الأستابولاريا تحلب بحري وحيد الخلية يعني أن هذا التحلب فهو بحري ومكون كله من خلية واحدة لهذا كنقول بأنه كائن وحيد الخلية دو قد كبير يصل إلى 8 سنتيمتر يعني أن القد دي له لهذا التحلب كيوصل 8 سنتيمتر يعني أن الخلية كلها فهي تمثل 8 سنتيمتر ذلك شاشة ندرسوها التحلب لأنها أكبر خلية ممكن ندرسوها عند النبات يتبت على دعامة بواسطة وبر جدري إذن الوبر الجدري اللي غد نشوف معكم الآن اللي كيحتوي على نواة ويوجد هذا التحلب على شكلين الأستابولاريا أستابولوم والأستابولاريا كرينولاتا إذن سوف نشوفه في الأول هذا التحلب إذا نحضر معي منك أن نأخذ هذا التحلب فهو يتكون من ثلاث أجزاء وبر جدري ثم ساق ثم قبعة هذا الوبر الجدري تلقوا دائما في نواة بينما الساق والقبعة لا يوجد نواة وقلنا الطول 8 سنتيمتر والعرض 1 سنتيمتر إذن سوف نحضر جدوى التجارب تجربة الأولى كتما تسمى تجربة القطع والتجديد عند تحلب الأستابولاريا أستابولوم لماذا؟ أن الأستابولاريا أستابولوم لديه قبعة عمال سار أرتباء تكون دائرية الشكل إذن في الأول سوف نأخذ تحلب الأستابولاريا أستابولوم نحضر جدوى التقطيعات إذن شحل من الجزء سوف نلقى فيها تحلب ثلاث أجزاء جزء الوابع الجدري، جزء الساق و جزء القبعة نجعل هذه الأجزاء في ظروف ملائمة أي اقتياتية ونجعلها لمدة معيانة لبدأ أسابيع ماذا نلاحظون؟ نلاحظون مع بدأ أسابيع تلاشي القبعة يعني أن القبعة تموت، الساق أيضا يموت بينما الوابع الجدري يبقى حياً ويبدأ ينمو هذا الوابع الجدري وكي يعلم ما الذي يكون فوق منه فهو ممكن أن يعطيه فقط الوابع الجدري بل يعطيه الذي كان فوق منه هو الساق وكيعود الساق ويعطيه جزء الذي كان فوق منه هو القبعة يعني أشعر نقوله لماذا تلاشت القبعة والساق وبقى الوابع الجدري؟ ناو أشعر نقوله ناو كتحليل تجربة القبعة، يلاحظ تلاشي القبعة والساق بينما يبقى الوابع الجدري حياً ويتمكن من التجديد لكل ليلة تحلو يعني أنه رغم أنه هو الوابع الجدري فهو كيعطيه الساق وكيعطيه القبعة كيعطيه فقط الوابع الجدري بوحده استنتاج، لماذا الوابع الجدري بقى حي؟ لأنه الوحيد الذي يحتوي على النواة إذن ماذا سنقول؟ إذن النواة ضرورية لحياة الخلية يعني باش يبقى الكائن حياة ضروري خاصة تكون في النواة تفقين؟ وباش الخلية تبقى أيضا حياة ضروري يكون عندي النواة وهكذا نفترضه ربما أن هذه النواة هي دعامة الخضر الورادي واضح، نشوفوا التجربة الثانية لتجربة التطعيم المتقاطع للنواة عند نواة من الأستابولاريا يعني كنقوله التطعيم يعني كنزل حاجة وندمجها في شيء آخر إذن عندنا في الأول أستابولاريا أستابولوم عندها قبة عادات جوانب ملساء كيف ما قلت لكم بينما الأستابولاريا كنيولاتا كيف ما كتشوفوا عندها جوانب مسننة كيف ما كتشوفوا جوانب مسننة عندنا أن تتحلق أستابولاريا أستابولوم تحضر لذلك تقطيع أحد وبالتالي تحضر لقجز أين وكنيولاتا أيضا تحضر لقجز أين كنزل قبة عادات سواء ملساء أو المشوكة وكنحتفط فقط بالوبر الجدري أستابولاريا أستابولوم والوبر الجدري كنيولاتا لاحظة معي النواают الأستابولان كرت كرينولاتا المعرفة Gall من المعرفة بالجدري النوات نفس الشكل الضغ�도 للبن ينب有一 تفني يعني أنه لا يوجد الوابع الجدري وليك يأتي الصفات القبعة بل النواد هنا أيضا نفس الطريقة خذنا الوابع الجدري من الكيولاتا ودل النواد من السيتابولون وبالتالي نساق القبعة وبالتالي شكل القبعة ودل الوابع الجدري ودل النواد نخرج النواد ومنه لنقول أن النواد التي تحدد الصفة الوراثية للكائن ومنه تجربة تطعيم متقاطل لعنى دا بعد ندوزه للكشف عن تموضع الخبر الوراثي عند كائن حي متعدد الخلايا نعمل ليس الكائن يكون خلية وحدة بل كائن يكون عدة خلايا مثل البقاء الإنسان في إيران عدة كائنات للجسم يلن يكون عدة خلايا إذن نبدأ الآن بالملاحظة الوثيقة التالية لاحظوا الوثيقة إذن نكت لاحظوا هذه الوثيقة كي يبلكم كم من النوع هناك من الأبقاء ثلاث أنواع إما بيضاء فيها ضيتاش ليوم سوداء إما بقر لها حمراء إما بقر لها بيضاء سنأخذها في الأول بقرة التي هي كيفشل لونها في الأبيض والأسود ولكن هذه البقرة مع من ستكون مع عجل توا من نفس الصفات في الأسود والأبيض إذن هذه البقرة عندها بويضاء والعجل عنده حيوان مناوي ستكون قابلتهم الإخصاب ستكون معداء بيضاء إذن البيضاء ستكون فيه في الرحم لها البقرة التي يشكون هي في الأبيض والأسود إذن ستكون لدي بقرة معطية للجنين إذن هذه البقرة عندها بيضاء التي ستكون لجنين ذات جلد أسود أبيض والتي خصفت بالطور من نفس سلالتها يعني السلالة التي فيها الأبيض والأسود إذن سأعيد لن أشتهمه أكثر أخذنا بقرة وعجل البقرة والعجل بجوجه من نفس السلالة يعني فيهم اللون في الأبيض والأسود البقرة ستكون بويضاء والعجل ستكون حيوان مناوي بجوجه ستكون حيوان مناوي في الأبيض والعجل ستكون حيوان مناوي بجوجه ومنه ستكون بيضاء في الرحمة هذه البقرة على مستوى قناة البيضاء ستتعرض لانقسامات لذلك كل خليات بجوجه 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 إذن لنصل الثور بجوجه بجوجه بلستولة واضح الذي نسمحه باللغة القرآن برعم المضغي أو المضغة واضح إذن عندما تصل البيضاء إلى تكوينها 32 خليه لأن البيضاء كانت واحدة بجوجه 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 أحضر خليه ونضع من أجل 32 خليه كما ترون هنا سوف تزول النواة ونضع الخليه الجنيني سوف تزول المضغ نضع أعتقد حيث هذه النوات المحضر بها سأقوم بلق ثلاثة لدي هذه المرة بقرة جلد أحمر معطية البويضة لذا هذه البقرة لم تخصبها لا يوجدها بطوى من نفس سلاتها لذا اخذنا أغير بقرة مع قمنا بقرة بوئضة من الرحمها او من المبيض بالتالي المبيضة بوئضة اخذناها البوئضة تمتاز دائما بظهور الجوة الأغشية هذا الجوش الأغشي الذي يكون دائما المكونات الاساسية البويضة من بعد كان نجلع الإزالة النواة الان هذا البويضة إذن نبقى عن في فقط الغشايتو بلازمو و الثاني المكونات الاساسية هذا العناصر الذي يكون هنا ضد عليهم النواة إذن هل عندي هنا نواة الزواج ل metabolism والغشايتو بلازمو و الثاني المكونات معنى منع البقرة الحمراء تقول أن هذه هي بيضة إذاً هذه البيضة سوف نضعها في انابيب اختبار كما تسمع الأطفال انابيب سوف نضعها في انقسام انقسام الأول انقسام الثاني ثالث الرابع سوف نبدأه نحصله عن نفس الطريقة وهو الجنين الذي هو في 32 خلية هذا الجنين الذي هو في 32 خلية سوف نضيف انابيب سوف ندخله في الراحم هذه البقرة هي بيضة إذا نزرعنا الجنين في الراحم وهذه البقرة كيف هي؟ فهي مهيئة أي الحمل يعني انتهى هرمونات جنسية التي يساعدها لكي المخاطر يطبق كثيفة لكي المطفئ أو المضغة تبقى لسقافين في مخاطر الرحم من بعد كنت سنوى فترة الحمل هذه البقرة البيضة جاء فترة الولادة منها تولد تولد لي عجل وهذا العجل يجب أن نرى وهذا العجل محصل عليه لديه صيفة أشمعية صيفة من الأبيض ومهد والأسود إذا كنا نرى البقرة السوداء البيضة ما أعطتني؟ النواة البقرة الحامر أعطتني غيشات ستو بلازم ستو بلازم البقرة البيضة أعطتني هرمونات ما بين هذه العناصر؟ ما هو العنصر الأساسي الذي يتحكم في ظهور هذه الصفة الولادة الخارجية أوتوماتي المشغل بأنها هي النواة هنا سأضح لكم أكثر إذا كنتم معي دائما في الأول كيف يبدأ لكم هذه هي بوضة دائما انتاجه للأغشية يأتي الحيوان المناوي يدمج النواة هنا أشكال الثاني بيضة البيضة ستبدأ في الانقسامات أيضا في الطور الأول 8 خلايا ثم ستبدأ الخلايا في التفرير بحلقة ثم ستبدأ نحصله على الطور 16 ثم الطور 32 ثم ستبدأ ثم ستبدأ بحلقة لديها أشاهد هذا يسمى برعم المضغي وهذا يسمى البلاستوسيت ما يسمى البلاستوسيت الذي أعطيكم في إمتحار الوطني يقومون ببلاستوسيت ومع هذه الخلايا التي يكونون في البرعم المضغي وهذا الذي يسمى بالطور أيضا بالبلاستولا وبعد ذلك نحصل على الجنين هذا مراحل تكويل جنين كما الحوضة بعد الإخصاب تنقسم البيضاء إلى خليتين ثم 4 ثم 8 ثم 16 ثم 32 خليتين خليتين أو البرعم المضغي أو البلاستوسيت البلاستولا وهذا يتكون جنين لكي يكون مصدر لكائن جديد إذا انتلاقها من هذه الوثيقة عبر التحليل أشلحتنا يتوفر العجل المزداد على صفات البقاء المعطية للنواك للخلية الجنينية كاستنتاج النهاية سواء كالكائن وحيد الخلية أو متعدد الخلية في الانتحان الوطني نفس الطريقة التي نرى نرى ثلاث أنواع من الأبقار نفس الطريقة لما نضمها في الوقت إذا لدينا فأر رمادية هذه فأر سوداء وهذه فأر بيضاء واضح فأر رمادية فأر سوداء فأر بيضاء فأر رمادية فأر 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 وطريقة فأر 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 نأخذ خلايا البرعب المضغي نأخذ خلية واحدة هذه الخلية التي أخذتها نأخذ النوات ثم نأخذ فأرات سوداء معطية الخلية البيضية نأخذ البويضة هنا هذه الحالة للمرة لم أخذت فقط لكي نففغيز أكثر لكي نشجع أكثر هذه الطريقة لحصول الاستنساخ الأساسي هذا الفأر السوداء لقيتها مع فأر كيف هو السود ودروا الإخصاد بناتهم وطلق الحيوى المنوي مع البويضة ولكن لا نقاش الإخصاد لا نقاش الالتحام هذه النواتين نسميه ضليعتين نواتين إذن هذه الضليعتين نواتين ندخل واحدة البيبات ونصبغي ندخل امتصاز هذا النواتين ونزوله ونزوله معينا اقتلع ضليعتين نواتين وندخل نوات المزروعة الفأر الرمادية من بعد هذه الطريقة التي تشعر معينا لدي الغيشة سيتو بلازم من الفأر السوداء ونوات المزروعة الفأر الرمادية هذا المكون وضع الخلية في وسط السرع من بعد انقسام الخلية إلى معداء إلى عدة خلايا ونصل الجنين في الثورة 32 خلية ومنه حصلت على بلاستوسيد مجدد ومضغة بعد ذلك اخذت هذه المضغة ونزرتها في الرحم فأر بيضاء ونزرت بحرمونات ونزرت بحرمونات الحمل ثم الفأر البيضاء تكون لديها فترة الوضع تتنجلي ثلاثة نجلي فأر كيف يبعلكم فأر كيف يبعلكم ونزرت بحرمونات من هذا النتائج المحصل أول شيء أنه يتوفى الفأر المزباد على صفات الفأر المعطين نوات الخلية الجنينية يعني هذا الفأر لا يخرج بلد سوداء البيضاء بلد خلج كيف يشبه فقط للرمادية وقالت النواد كيف هو الإجراء الذي نري بقيه القيام بعملية كمية وعملية تلميم في الرمادية ونعطاكم تاريخ التلميم هي طريقة النجاز لأحرصول على العدد كبير من الأفراد المتشابهين في الصفات الوناتية ومتحدث لكم سابقا على الطريقة قلت لكم أنه كان يجريبا يجرونهم مجموعة من الفأران يكونوا توائم يجرون من اختباروا البروضوي يجب أن نختبره على فئات لما يكونوا متشابهين يعني انا كي نحصل لابد نقول لكم أريد فقر رمادي نحصل له ثلاثين فقر رمادي بحلقة كيف سوف نقوم بطريقة بينها سوف نأخذ هذه ثلاثين خليات التي لدينا سوف نزول لهم نواد سوف نضع في بويضات لفقران سوداء و سوف نزول لهم نواد سوف نزل ببويضات جديدة هناك ثلاثين و ثلاثين بويضات ليست ببويضات المزروعة في أناب الزجاجية و ثلاثين و ثلاثين بلاستوسية مجدد سوف نضع في ملحب إنات مهيئ الحمل كل أسلاثين بإنات مهيئ الحمل كلهم يجب أن يكونوا مجددون يكونوا متشابهين لماذا لان كلهم جوا من نفس البرع المضغي واضح إذا الإجراء الذي ينبغي القيام به لتكميل عملية المفئر رمادية وزار عدة مضغات مهيئة بنفس الطريقة في أرحام إينات مهيئة للحمل السؤال الثالث لماذا تعتبر الفئر المحاصر عليها في إطار تقنية الميم نسخة متطابقة؟ لأن كلهم متطابقة جبنا عليه تعتبر الفئر المحاصر عليها في إطار تقنية الميم نسخة متطابقة كون نتجة عن نفس البيضاء رابع إذن كخلاصة أن دائما النوات يدعى معك الخبر الوراثي وكتساؤلات ما يبينية مكونات النوات السكوم تكون الخلية في مرحلة الرقود أو في مرحلة تحضير للانقسام إذن تبدأ الخلية تتحضر راسها لتنقاسم تكون على هذا الشكل نسمو الفترة بمرحلة السكوم إذن نشوفوه بالنية النوات خلال مرحلة السكوم إذن كيف تظهر النوات كروية الشكل محاطة بماذا؟ بغيشاء كيف هو به تقوب واضح إذن نسمي رقم واحد إذن غيشاء مرتبط واحد للشبكة في حالة كيف سنسميها؟ نسمى شبكة سيتو بلازمية الداخلية ثم إثنان نسمى بطقب نووي رقم ثلاثة ستسمى غيشاء نووي رقم أربعة نوية خمسة ستسمى جيبيلا نووية اللي نسمى بسيتو بلازم نووي السيتو بلازم نووي السيتو بلازم يكون فوسط من النوات إذا قطعتوا النوات بواحد مقطع عرضي هذا الخط لكل كم شابك إذا شفتوا من واحد الجهة سيبدأ لكم كأنه نقاط ما سيبدأ لكم شلخيط راديو كيت برنب سيبدأ لكم على شكل نقاط إذن السيبغين هو عبارة عن خريط كين في النوات طويل جدا واضح إذن هذن هم المكونات الأساسية لديهم بنية النوات خالى مرحلة السكون ومنه النوات عضي فين كالقوف الخلية إذن عضي خلوي يحبه ماذا غلاف نووي أشنو به تتخلى له تقوب نووية تمكن من تبادلات بين النوات والسيتو بلازم إذا كانت تقوب فين كينين على مستوى النوات إذن النوات هذه التقوب غيسمحه بالتبادل ذلك شلي كان في النوات سيخرج السيتو بلازم ولكن كانت حاجة السيتو بلازم ستدخل للنوات إذن في الداخل نجده النوية وهو نصور كرويش تفص من النوات نوية ومادة نوية هذه المادة النوية كيف تأخذ الأشكال سوف نرى في فتات المادية للدرس شكل غير ملولب يعني هذا الخيط إما يبقى غير مطلوق كنسموه بالسيبرين إذن الخيط الذي يفص من النوية كان واحد الخيط يكون يفص من النوية وليس يتلولب يبقى غير مطلوق كنسموه بالسيبرين الذي يجده في محلات السكون وماذا يجده في مرحلات السكون وغلقوا خيط آخر من يجده أن يتبرم عندما يجده أن يجده على رأسه يجده ب حالش خيط يجده أن يتبرم على رأسه الذي سنسموه الخيط بالسيبرين الذي يجده عندي خلال الإنقسام وعندما ترى معي دائما النواد بها شبكة سيتوبلازمية تاخلية غلاف نووي ثم جدو الصيبغين ثم النوية ثم ثقوب نووية نفس الحالانة إلاجت معي هات الصيبغين كيكون مزال تلولو بخلال مرحلة سكون ثم كيبدأ تلولو بتيالو في مراحل الإنقسام الخلوي من خلية إلى أخرى إلاجتنا جوابنا على تموضع الخبر الوراثي الآن سوف نرى كيفية الخبر الوراثي الذي كان في خلية يدوز لخلية أخرى متفقين دائما الجواب سيكون عبر انقسام الخلوي غير مباشر ينتقل خبر الوراثي من خلية إلى أخرى هابر انقسام الخلوي غير مباشر للطلبة الضردية لكم لا تقولوش الغير مباشر دائما كالقاف الأخطاء كنقول انقسام الخلوي غير مباشر واضح؟ كي نرى هذا الانقسام الخلوي غير مباشر سوف ندر الملاحظة بالمجهر الطوئيلي يجوث من نهاية جدر البصل إذا نلاحظوا معي الآن ماش نكشف على هذا الانقسام الخلوي غير مباشر عند خلية نباتية سوف نختار دائما نهاية جدر البصل أو الثوم هذا البصل والثوم ممنوس للعائلة لتوفرهما على خلايا برعومية كي كنا نرى في جدر المشترك في التوارد الجيسي لأن هذه البصلات عندهم خلايا منسية تفقين لما يستملكون ويستملكون 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 على مستوى البراعيم تفقين إذا لدينا خلايا هذا النهاية جدر البصل أو الثوم بهم خلايا برعومية التي تسمى الخلايا المنسية ويستملكون أيضا كتوفر هذه الخلايا المنسية على خاصية التكاثر السريرة كيف نرقلنا لها سابقا إذا لدينا البروتوكول الجريبي لكي نكشفوا الانقسام الخلاوي غير مباشر سوف نأخذ واحد البصلة كيف لا ترى معي هنا هذه البصلة التي لديها نضعها في واحد الكأس الماء بحيث الكأس الماء كي يكون ثلاثة أكثر عمر بما أجوز يبقى فارغ ونأخذ البصلة لا نأخذ الكأس الماء ونأخذ الكأس الماء لا يكون كل هذه البصلة مغمورة في الماء نضع الفضاء فارغ لكي يبدأ يتبخر يكون رطوبة عالية ويبدأ الجزء النهائي الجذور يبدأ في النمو لكي أرى أن الجزء النهائي الجذور يبدأ في النمو تفقين فقط على جذور المفاتية ويبدأ يبدأ في النمو ثم نقطع الأجزاء الجذور بواسطة شفرة الحلاقة تفقين ونأخذ طولها 1 سنتيمتر ثم نضع نهاية الجذور لمدة دقيقة في هذا الملوى الذي يجب أن تحفظه كما يسمى الكرماء السيتيك أو الملوى القرموزي الخلي الكرماء السيتيك أو الملوى القرموزي الخلي الذي يغليه لمدة دقيقة في الأقصى دقيقة نضع صفائحة التي يسمى يصبح هذا الصفائح التي يكون لديها لديها الشكل التالي لكي أممره بلوكار الملوى القرموزي الخلي ونكون شبكة صغيرة ثم نضع نهاية الجذور ونغماره ليكون المنزل الصفائحة ونضع بلدهم ثم نجدهم بلدهم ونبدأ هناك شفاء بلدهم ونبدأ نجدهم نحن نهاية الجذور لدفظة لونها قرموزية اللون من بعد نشد نهاية الجدر نأخذ اما قطع أو قطع و نضع صفيحة و صفيحة و نضع صفيحة نضع قطرة أو قطرتان من الملون القرموزي الخلي و من بعد نضع صفيحة نضغط بلطف نضغط بلطف نضع التحذير بالمجهر الضوئي و نتمنى التكبير المخفض الى التكبير العالي واضح المجهر الضوئي نضع الان الملاحظة بالمجهر الضوئي الذي يجوز من نهاية جدر البصر الى صورنا في الكيسة انجولية نضع انقسام خلوة مباشرة و نضع المجهر الضوئي أو المجهر الالكتروني سوف يقولون المجهر الضوئي لماذا؟ المجهر الضوئي سوف نستطيع الى الكائنات المجهر الضوئي نضع التكبير لنهاية جدر البصر كما أريدكم هذه النقطة اليوم بها تلوين قرموزي المجهر الضوئي المجهر الضوئي المجهر الضوئي وهو الكوف المجهر الضوئي المجهر الضوئي يجب أن نسيج طرف جدر البصل وزد كبير أكبر وبالتالي بنولي الخلايا على الشكل التالي وبالتالي بها عدة أشكال تظهر الملاحظة المجهرية لخلايا جدر البصل وجود خلايا في طور الانقسام يعني أنتما كي بلكم هنا أن هناك خلايا دونك تماعي الحجم ديالها وحدين كيكونوا دائريات الشكل خلايا بها نواة دائريات الشكل وخلايا النواة اختفت منها وتعودت بهذه البنيات اللي كي يظهروا إلى الشكل التالي وكانين خلايا اللي ما في طور الانقسام إذن أشترت لي هذه الملاحظة المجهرية لخلايا جدر البصل وجود خلايا في طور الانقسام اللي خلطت فيها النواة أشكال مختلفة حيث تختفي الصيبغين اللي قلنا فين كتكون في مرحلة السكون مبقاش في بعض الخلايا مبقاش الصيبغين اللي تكون على شكل خوية اللي وفي الواسط اللي اسمته بالكخوماتين وكيدغر بلاستها عصيات اللي كتشوف ما للشكل التالي اللي اسميناهم بالصيبغيات الكخوماتين واضح غل ناخد هات الصورة غل نقطع هات الأجزاء اللي كيبانوا لينا وغل نتبقهم إذا نشوف معي هنا إذا خديت هات الشكل حتى الطفل أخديت الشكل الآخر اللي هو هنا حتى الطفل بي وكل شكل من هات الأشكال كان عطيها رقم إذا من A B C T E مختلف الأطوار التي تمر منها الخلية أثناء الانقسام غير المباشر إذا شفتوا معي هنا النواة كانت دائرية الشكل ثم في بي اختفت النواة وعوضت مادة سبغين بسبغيات كيف ما كيبان لكم مادة سبغيات ثم هات السبغيات غادين وكي تزاد الطلول بديالها شتمعي هنا مزيان ثم هات السبغيات كلها كت مضاف خط استواء الخلية ثم هات السبغيات كيبدا وكيف ترقوا شوف معي كل واحدة في أحد أقطاب الخلية ثم في النهاية تفصل بين الكتلتي مادة جدار هيكالي سيلوزي ومنه الى بتلخص هات المراحل كله من يشفناها من A تلقي سنجمعها في الأولية مرحلة السكون ثم هات المرحلة اللي اختفت فيها النواة والغشاء النواوي لان الاساس والنواية ايضا اختفت وايضا عوضت مادة سبغين بسبغيات ثم هات المرحلة اللي سبغيات كل ممكن تحطو في خط استواء الخلية ثم المرحلة F و G اللي هما سبغيات اشوق لهم انهم كل واحد يتجى الى احد اقطاب الخلية ثم في اشوائي ضغور غشاء او جدار سيلوزي او جدار هيكالي سيلوزي افصل بين الخلياتين البنتين اذا هات الوثقة كلها الخصى في اربع مراحل اللي هو في الاول اختفاء اذا نحتو السكون هنا اشوقنا باختفاء الغشاء النووي والنوية وتلولوا بالسبغين الى السبغيات ونسمع المرحلة التمهيدية توضع السبغيات في خط استواء الخلية اللي سنسمع مرحلة استوائية ثم هات السبغيات ابدأت في الافتراق وكل واحد في احد اقطاب الخلية وبالتالي سنسمع بالطور انفصالي المرحلة انفصالية وبالتالي هنا لحظوا معي تكون خليتين بنتين وانفصالهم بجدار هيكالي سيلوزي سنسمع بالطور النهائي وهكذا يمر هذا الانقسام عبر مجموعة من الاطوال وهذا سنسمع انقسام غير مباشر حيث كان هناك مرحلة واحدة ووقيت خليتين بنتين كانوا عندي ادتر مراحل وهذا تسمع انقسام غير مباشر لانه يضمن النمو كل مكان سيخليه ولا توجد الخلايا جديد الخلية كل ممشيت الحمام وخارج الوسخ لانه يتعرض لعطريبة لا بل بعض المرات لا يمكنك خرج الوسخ يعني ان هناك خلايا تموت وخلايا توجد وايضا هناك التكاطور ايضا باش نكتره من الكائن كيش نفطة كاتور الخضرية وللتبسيط يختزل الانقسام غير مباشر في اربعة اطوال اللي شفناها هي المرحلة التميدي لبخوفاز مرحلة استوائية لميتافاز مرحلة انفسالية لنفاز المرحلة النيائية للتيلوفاز نعم اذا قبل ما ندخل لاشياء اكثر مهمة في هذا الدرس سأعطيكم ملحوظة مهمة جدا ايضا لها عند رسم خلية نباتية دائما من الضروري رسم الاطلع كيف ما كتشوفوا معي هنا مني كان بغينا نرسم خلية نباتية ضروري منعطيها الاطلع تفقين لي وكنت لديك الاطلع جدار هيكلي سيليلوزي تفقين ثم عاد غيكون متصل بغشاء سيتو بلازمي ثم ايضا غديلقى النوات اللي خاصتكم تعقل عليه بالاساس اما او بينما رسم الخلية الحيوانية بالاساس كان يطلقا رسم الشكل دائري التي ترجمة نرسم خلية نباتية من الضروري تطلق بينما نرسم خلية حيوانية كان فقط شكل دائري الذي يطلقا أن هناك غشاء سيتو بلازمية والخلية النباتية لا ينقلل ذلك خصص تحفظه بشكل يتحدث نباتي في حالة السكون في الأول دائما تلقوا جدار سيلولوزي أو جدار هيكالي سيلولوزي سيلولوزي كوسكوليديك أيضا الغشاء سيتوبلازمي أيضا النواد وعلى مستوى النواد نجدوا هذه النواية ثم تلقوا السبري اللي وخويات نوابي غير ملولب ولكن نيكي تلولب كيولي اسمته سبريات في انقسام ثم يكون في الجهتين دور كمه قطبيه إذا من كل جهة قدر كمه قطبيه ثم يخرجون الكمهات القطبيه ألياف قطبيه ثم نلاحظو السبريات وكي نعرف السبري بعد الجزئات المركزية إذا دائما نرى جزئ مركزي جزئ مركزي جزئ مركزي جزئ مركزي إذا ما كان حسب بالسبريات دي ما كان حسب بالجزئ المركزي إذا كان حسب بالجزئ المركزي الأول كان قولها واحد جوج ثلاثة أربعة إذا عندي ربعة ديال السبريات إذا كان حسب السبريات بعيد الجزئات المركزية ثم نعيص للمحلة ما كانت مركزية الإستيوائية لتمرط السبريات في خطس الط lineup لأنياف إذا كان يكون ألياف من السبريات يخرجوا ألياف سبريات وكي تجمع الألياف سبريات مع الألياف القطبيه وكيكونوا المغزل اللالوني كيكونوا إذا مادا المغزل اللالوني واضح؟ بعد هذه الصبغيال كما تستخدمونها في مغادرة الخليجة نشاطر الجزء المركزي بناس دائما نشاطر الجزء المركزي بناس من المتنيا تجد أوراق امتحال الوطني أخطاء شائعة سوف تخيل هذه الجزء المركزي بحال شستفاء وهذه الألياف السبغية بحال لاستيك سوف تخيل اصدفاء للتقطاع سوف يتجر و يرجع البلاستو الألياف السبغية سوف يرجع مع الكلمة القطبية سوف يتجر سوف يتجر السبغي نصف السبغي والسببأ سوف تسمى payroll سوف يتجر بالتقطاع نفضل من سبريات مرتفى يقولوني سبري مكوة من صبري واحد إذاً سنونا هذا الاسبري سيوائي أو سبري ام ودهك السبري ابن مكوة من صبري واحد يقومنا بجتوسط سلو الرئيس صبري واحد ونقومنا ثم سنألت المرحلة الاخيرة المرحلة اللي هي النهائية المرحلة النيائية سيتميز للب تكون جدارية ويسيتيلوز يفصل بين الخليتين ويكون كثيرة أخرى الجديدة كأسئلة أول سؤال يحدد صيغة السابرية لهذه الخلية النباتية ماذا معين الوثيقة ؟ هذا السابري يجب عليكم هذا بحال هذا و هذا بحال هذا كيف يجب عليكم هذه السابريات متماثلة ؟ نعم سابريات متماثلة بكل جوش تشابه مع بعضهم اذا كان السابري الأمر مرافقين ب타�li مناور مناور مرتضع إلى اصدران المناور المناور أقوم بالذات من الأторы التي جدي السابر التارضة سترى هذا الآخر في نسألة المناور لنفعل بكل جوش يienzaف هاتف المناور لسؤال أربعة 4 سأقوم بتحديد حفاظ واضح سؤال الثاني صف مراحل انقسام خلوي غانوا باش عند خلية نبات لطيفه اول الشيء يشكبدلكو مش باقي ف محلة التمهيجيه النواد لا في مرحلة التمهيجيه كيف ملت здесь نواد ويضا ماذا يختفي النواد ماذا يختفي النواد و ماذا كاتمشي النواد ويختفي ايضا كيفا كتلاحظ النواد كما تلاحظ معي فقط هذا الغالي اشترك عندي كمهات قطبيهن في احد اقطاع الخاليه و يخلج لهم الياف قطبيه يزال محسن هذا الياف القطبيه الليه في الأعلى كمه قطبيه ثم لايف قطبيه ثم ستكون السبغي سن сравлю المزدوب من صبيريين صبيريه في وايه جدا صبيريه ي coincidence المزيدين عليهم مزيدك ملف series كلام معصوبة flavour وهروز بحاجة الال ، لن deaf player و أجميع الأ Cannes وللقد أتصل عليكم الآن الخاصيات الأساسية سوف تكون في المرحلة سوف تكون 4 عوارض أولها هي اختفاء النواة النواة تلاشى الغشاء النووي وتختفي النواة ثم السبغي يظهر مكون من صباغيين مرتبط بجزء مركزي ثالث شيء يتلوله بالصبغين ويظهر ماذا يظهر سبغي إذا تلوله بالصبغين وظهور السبغيات وكل سبغي مكون من صباغيين وزيء مركزي ثم الأخيرة ظهور المغزل اللا لوني لوقت يظهر من الألياف القطبية كي نكمل التمرين ديالو ما سيقري بالكومل مارحة استوائية سبغي مكزي سبغي مركزي كي نكمل التمرين سبغي مع الألياف القطبية ستتكون بألياف قطبية ومن الصبغي يخرج ليف الصبغي ستجمع بجوج و سيكون لليان مغزل اللالوني وهذه الصبغيات تحتو كل نوع خط استواء الخلية يتمون بصبغي استوائي إذن بما يتمتاز مرحلة استوائية بتموضع الصبغيات في خط استواء الخلية بعد ذلك إذن يلاحطوا معي هنا مزيان ما يوقف المرحلة الانفصالية؟ المرحلة الانفصالية ستنتاز بعنصر مهم جدا وماذا؟ النشطار الجزء المركزي أي يمكنك النقاط الصبغيان معادا . يتضيع معدانها سبغي ابن من صبغي واحد إذن يجت أيضا سبغي ابن من صبغي واحد حتى فأنتỉها لن يبحث عن جوج الانفصال الأبناء بأن يحدثون على جوج эксперات بالصبغي واحد إذن يملكان فنسبغي ابن من صبغي واحد شما и sending over 3 ويجود الصبغيات سبغي ابن وكل صبغي ابن مكون من صبغي واحد ذلك سأسمى سبغي ابن وهذه الصبغيات الأبناء يتبه احد اقطاب الخليب الذي يسمى الهجرة القطبية الهجرة القطبية واضح؟ ما معيه؟ ماهي اعلام بأسفال الصبغي؟ جزء مركزي 1 جوج 3 أربعة هذا يشبال هذا وهذا يشبال أربعة إذن لدينا دوزن لأننا لدينا سبغيات متمثلة إذن دوزن تساوي أربعة هنا أيضا دوزن تساوي أربعة إذن إلى ماذا يؤدي الإنقسام الخلوي غير مباشر؟ إلى الحفاظ على الصيغة السبغية عند الخليتين البنتين ومنهم كما رأيتنا أربعة دية السبغيات كل سبغي مقوم سبغي واحد وأربعة دية السبغيات دية السبغي مقوم سبغي واحد إذن دوزن تساوي أربعة دوزن تساوي أربعة والخلية الأم عندها أيضا دوزن تساوي أربعة لكي تمتاز هذه المرحلة اللي هي نهائية إذن المرحلة النهائية قبل ما ندوز لها نعود نتكر معكم لكي تمتاز مرحلة انفسارية لكي نفكسون جيدة المرحلة انفسارية تمتاز بين شطار جزئ المركزي وكل سبغي سيعطي سبغيين ابنين مكوم سبغي واحد وتمتاز بالهجرة القطبية بينما المرحلة النهائية لكي تمتاز لكي نهائية في المرحلة التمهيدية ضد يالو في المرحلة النهائية وإزالة تلوله السبغيات إلى سبغين اقلتهم جيدة إذا لدينا تلوله السبغين إلى سبغين نقول العكس إزالة تلوله السبغيات إلى سبغين ثم في الواسطة أشكر لاحظوا في الواسطة أقلتهم جيدة كنقوله ضدور جدار كريسيلوزي يفسد بين الخليتين البنتين وبالتالي الخليتين البنتين ما لديهم؟ نفس السبغة السبغية التي يجب أن تقوم بها وقد تقوم بها السبغة السبغية للخلية الأم المتابير على المجموعة السبغية المتابير على المجموعة السبغية والنوع معين بصيغة السبغية لفهم الكرموزومي ونرمز لها بدوزين إذا كان عدد السبغيات الزوجين بحيث أن وعد الأزواج أو إذا كان عدد السبغيات فرديين إذا نصيغة السبغية لصور الخلية التي أردتكم في الوثيقة هي دوزين كتساوي 16 لأن أعطيتكم صور البصل وملاحظنا السبغيات الزوجة دوزين كتساوي 16 أما بالنسبة للرسم تغطية السبغية هي دوزين كتساوي 4 بالنسبة للمراحل انقساب خلوي غير مباشرة للخلية النباتية هي 4 تنتظر مرحلة التنهيطية للبخوفات أشلحنا في الأول اختفاء النوويات وتلاشي الغشاء النووي تحول السبغين إلى السبغيات وأنا من الأحسن مصطلح تقلعي وتلولب السبغين إلى السبغيات حيث أن كل السبغي يتكون من سبغيين من سبغيين ويرتبطون بواصل جزئي مركزي ثم ظهور المغزل اللالوني الفيزيوكروماتيك الذي يسمى مغزل انقسام أيضا وهو عبارة عن مغزل من الخلية التي تكون منطلاقا من تلاشم جزئات بروتينية 15 بروتين في دقيقة كما ملحوظة يجب أن تكون الألياف القطبية والألياف السبغية التي تكون مغزل اللالوني ويتموضع السبغي في فوق الليف القطبي بواسطة الليف السبغي حتى السبغي يخرج منه الليف السبغي انظروا الخيط كيف يبدأ يدخل الثلاثين ويف يدخل الثلاثين نفق التطريقة للسبغي يخرج منه الألياف السبغية هذو كل الألياف السبغية يبدأ تتموضع الألياف السبغية الأعيد ويبدأ بالألياف القطبي ومن ثم يبدأ كل الليف سبغي تضع في فوق الليف القطبي تكون مغزلة لغني و السبري يجب أن تضع فاش و تضع الخلية و هكذا يجب أن تكون السبري مكوناً صبيرياً صبيري الأول و صبيري الثاني و كان جزء مركزي الذي يخرج منه ألياف السبري في المرحلة الاستوائية قلنا باش كبنتاز تتميز بتنوض السبريات وسط الخلية على خط استوائها مشكلة ما يسمى بالصفحة الاستوائية وأيضاً نشو الألياف السبريات قرب جزء المركزي لكي تربط كل سبري بقطبين المغزل السبري الأمد والسبري الاستوائي مكوناً من صبيري وهكذا تبتعد السبريات الأبناء كل في اتجاه أحد قطبين الخلية نتيجة ماذا؟ قلنا تقصير الألياف السبري لأننا نعتبرنا بحل السبري لما يؤدي إلى هجرة مجموعتين متماثلتين من السبريات في اتجاهين متضغطين وهكذا يسمى هذه العملية بالصعود القطبين، صعود أو مسعاد ولا صنصر، يستطيع جريب كلمات أما المرحلة النهائية التي يسميها بالتيلوفاز وهي ضد المرحلة التمهيجية سوف نقول أشغل قاعد المرة اختفاء المغزل انقسام، طهور الغشاء النووي والنوية أي تكون نواد في مستوى كل حصة من السبريات والقسام سيتو بلازم بين الخليتين وفقدان السبريات لذلك لبالي التحول إلى السبري بعد ذلك كملحوظة بعد نهاية القسام تدخل خليتين البنتين في مرحلة السكون لذلك لدينا مستوى الانفصال النهائية آخر حاجة سوف تدخل كل خليتين البنتين منها إلى مرحلة السكون لكتميس باش بنواد كروية محاطة بغشاء نووي كي توفر على النوية وعلى خيطات متشابكة من وعلى خلية حيوانية عند خلية حيوانية إذن هذا الانقسام خلوي غير مباشر عند خلية حيوانية تستطيع صحليات كذلك بتجديد ذلك في حالة فقدانه يعني أن الوقت تعطين ذلك مع الوقت تعطين ذلك جديد يعني أننا لدينا نقسام خلوي سريع جدا كما أن أجسام الكائنات الحية تنموا بشكل مستمر يعني كي قلت لكم قبل أخا كنحكوه ما كنحكوه ماذا كنحكوه ماذا كنحكوه يعني أن الجسم دائما يعود الخلايا الميتة والتي يؤدي إلى تكاثر الخلية وتمثل الوثيقة أسفلها أطول انقسام الخلوي غير مباشر عند خلية دودة الصفر التي تعيش بأمعاء الإنسان إذا نصرنا على الصور المجالية إذا سوف تكون مرحلة التميذية ثم مرحلة الاستوائية ثم انفصالية ثم النهائية إذا سوف تكون لدي جدار هكري سوائي لأن خلية حيوانية سوف تكون فقط غيشة أسودوبرازمي و لا سوف تكون لكم القطبية سوف تكون نجيمة نجيمة أولى ثم نجيمة ثانية سوف يخرج من ألياف قطبية لكي تكون لدي المغزل لا لوني الذي سوف تكون ألياف القطبية ثم سوف تبدأ ثلاثة غيشة النووية وأيضا تختفي النووية ويتلغ لب السبغين إلى السبغيات ثم المرحلة الاستوائية أشكي بل لكم فيها تنوضع السبغيات في خط استواء الخليل بشكل ما يسمى صفحة الاستوائية ثم مرحلة انفصالية انشطار أو انقسام جزء المركزي وبالتالي كل سبغي سيعطي السبغيين إبنين كما تشوف له السعود القطبي ثم في النهاية ما سوف تكون شدار هيكلي بل في هذه الحالة مهمة جدا لكي وقفها اختناق استوائي سؤال كمال عادة نعطيكم اسماء مع غير مطالبين من المعرفة لاننا هذه المراجعة فقط حدث سبغيين لهذه الخليل الحيوانية اذا هنا عندنا اشكا نقول اذا شفنا مزيان دائما باش نحسبوه بجزئات المركزي اذا واحد جوج ثلاثة اربعة اذا عندنا تماثل هذا كيش بل هذا وذا كيش بل هذا نقلو نقلو دوزان ماشيئين ومنه اشان نقلو اذا نقلو جزئ مركزي مركزي اربعة سبغيين دوزان تساوي اربعة ويمكن نختار فونتكم في التمالي ثم السؤال الموالي حد الاختلافات الملاحظة بين مراحل اقسام خلوي باشا عند خلية نباتية وخلية حلوات بها مادة السبغين ونوية وغشاء نووي وفي هذه الحالة اشكدر عندي هذا العنصر ما نسميه نجيمة ما نسميه جسيم المركزي هذا الجسيم المركزي الذي يكون عندنا بمجرد ان انا ندخل في مرحلة التمهيدية المتضاعفة تفقين جسيم المركزي مكوى من مركزين وكل مركزين ستطاعفوا سيعطون جسيم مركزي اخر سيخرجوا الالياف القطبية منهم وبالتالي سنسميه نجيمة اولى نجيمة ثانية ومنه سندخل في المرحلة التمهيدية في الثمان موالدها وسيبقى هنا سيبدأ ثلاثة الغشاء النووي والنوية ستختفي والسبريين ستوجد والسوأخ على الألياف القطبية سنضع السبريات وكأن ان ستطاعش من السبريات وكأن ان تضع السبري من السبريات كما خريطون الألياف القطبية التي تضعها التي تغلقها تحتويبها في السبريات و بعد ذلك يقلنا في المرحلة الانفصالية إذا شرتم معي هذه الوثيقة قد حتى لكم دائما نسألك سأقول لكم ما هو كيف سيكون الشكل في السبريات نحن سأتطول ولكن في الحقيقة سيكون على الشكل بحال لبناء متلات إذن كيف سأتطل دائما الذي يكون في الأسفل سأتلال فوق والذي في الأزلال سأتلز للجانب الآخر وبالتالي سأتطل لكم حال شيء معين لكي يكون في الوصف بعد ذلك كي يوقع اختناق استوائي في المرحلة النهائية الرقم رابين لكم أنه كين جسين مركزي نجيمة الياف قطبية الياف صبريات ثم صبري استوائي ثم صبري ابن ثم اختناق استوائي صيغة صبريات التي خليها دودت الصفر حسبنا القناة بأن صبريات متماثلة اعتناد دوزان حسبنا دوزان المركزي رقية أربعة إذن هي أربعة إذن يمكن تحديد اختنافين أساسيين في مراحل انقسام خلاوي غير مباشرة عند خليه نباتية وأخرى حيوانية اليوم جسد الاختلافات أساسية واحد الاختلاف كالقاة في الطور التميدي والآخر كالقاة في الطور النهائي في الطور التميدي أشلحت أن تتوفر خليل حيوانية على عضاء خاص كما يسمى الجثيم المركزي الودي الدائرة التي تكون فست من النجيمة الجثيم المركزي لسندخوزم ومكون من مراكزين أثناء المرحلة المهدية يتكون بجوارهم مراكزين جديدين ثم يبتع الزوجة المراكزين عن بعضهم البعض وكتكون الياف القطبية حول مركزي كل جسم مراكزي مكون بذلك نجيمة لزاستها وبالتالي المغزل اللالوني يتكون انطلاقا من الالتحام ماذا الياف نجيمتين بينما عند الخلية النباتية تشكل هذا الياف الليما قطبيا انطلاقا من الكمتين القطبيات الاختلاف الأساسي عند الخلية النباتية والحيوانية هو أن في الطور التمهيدي يكون عندي جسيم مركزي لكي ضعف وكي يولي جوج الياف القطبيا وكتحو اسمية الكمة القطبيا الى مجيمة وبالتالي لا لدي كمتين قطبيا في الخلية الحيوانية بل عندي جسيم مركزي اذا كل جسيم مركزي يخرج من الياف القطبيا وكي يطرون نجيمة وما في الطور النهائي هذا الخلية الحيوانية يتم مفصل الخلية الام الى خلية بينتين بحدود اختناق سيوائب حيث نحض في البنية نجيمة من نفس الطريقة الحيوانية ويتم مهدمين بالجواني بنحو الوسط كيف نرى ما نرى عند الخلية النباتية يكون جدار سيولوسي كيف نرى التحام الجهاز الغولجي التي تكون نعم من الوسط نحو الجواني واضح نرى الجهاز الغولجين بالاشكال الوبي استنتاج يشبه انقسام خلوي مباشر عند الخلية النباتية وانقسام خلوي مباشر عند الخلية الحيوانية حيث يعطي كل انقسام خليتين بنتين متشابهة بضياتهم ويشبه الخلية الأمفاش وعدد السبغيات إذا كانت الخليتين عند دوزن كساوي 4 خليتين بنتين يكون دوزن كساوي 4 وتعتبر هذه الخاصية أو تعبر هذه الخاصية عن التوالد المطابق لأنه مباشر مباشر في بعض التمارين الذي أعطوكم ترتب هذا المراحل سوف يزال لكم واحد الشكل انتميدي الذي أعطوكم استوائية انفصالية نهائية فسيلم مغاجبتهم فقط من الخاصية التي ستفهم من الآن لكن في بعض الحالات إما يعطوكم صفحة استوائية على الشكل التالي أو يمكن إعطوكم وثيق على الشكل ما يعني هذا الشكل أي أن الصبريات يكون تاج استوائية يعني إذا سوف نرى منظر قطبي يمكن تحط عينك هنا الفوق لذلك نجل عينكم من الفوق سوف ترى الصبريات من الفوق هنا بالتالي أريد أعطوكم الصبريات النعم على شكل دائرة و تسمى تاج الاستوائي و من تسمى تاج استوائي ومن أشكياني أنها مرحلة استوائية إذا لا أعطوكم تاج استوائي سوف تقول أن هذه مرحلة استوائية أقلو الأمس واضح إذا رأينا خليع من منظر جانبي سوف تبالي الصفح الاستوائي نتفق أما إلى من الأعلى بمنظر قطبي سوف تبالي تاج استوائي كما كوران إكواتوري كما الحوضة في المرحلة الاستوائية أثناء الملاحظة من الأعلى لسم منظر قطبي لا تظهر مجاندان ولا المغزل اللوني وكي تكون سبغيات تاج استوائي وهذا المرحلة تسمى المرحلة المطلة لعد عد السبغية لأنها تكون أكثر وضوحا من أحصل من خبر وراتي من خلية إلى أخر عبر مراحل انقسام خلوي غير مباشر سوف نرى هذه المراحل مع مرحلة السكون غير كون دورة خلوية والدورة السبغية إذن سوف نرى الدورة الخلوية انطلاق مع الملاحظة السابقة إذا يبين أن كل خلية تعطي خلية بنتين كل من تمر عبر مرحلة السكون ثم تدخل في انقسام خلوي غير مباشر إذن لاحظوا معي سابقا أن كل خلية ستعطي خليتين بنتين إذن كل خلية بنت سوف نرى فيها النواد وذلك النواد التي كنت رأيت معي كما ترون هنا إذن كل النواد فيها ماذا فيها سبغ مكونا سبغ واحد إذن سبغ المكونا سبغ واحد في المرحلة النهائية أشغل إزالة التلول أمني سيقال إزالة التلول سيقال إزالة المكونا سبغ واحد سيقال لخويات نووية واحد وذلك الخويات نووية واحد فسط منه جزي مركزي هذه المرحلة هي المرحلة السكون تسمى بمرحلة G1 التي تسمى مرحلة النمو الأولى مرحلة النمو الأولى هي G1 يجب أن تقلونا الأول مرحلة مراحل السكون بعد ذلك أشكدر عيون النسخ في المرحلة S لمرحلة السكون لهم هذه الفتوحات التي تسمى هنا مرحلة S لمرحلة السكون لهم هذه الفتوحات التي ترى معي هنا من بعد كان قلونا وقعت مضاعفة الخويطات النووية لماذا لأن سيبدأ عيون الناس يتلقى مع بضيتهم ويتحل الخويط النووي وهذا أيضا سيبدأ يتحل وبالتالي سيكون عندي من جهة الجزاء المركزي الخويطات وهنا الجزاء الخويطات وهذا ما يبدو عندي الخويطات يظهر عندي في جزء المركز يجوج من هات الجهة إذن الآن سألت مرحلة السكون لأن أول حالة اسمتها G1 ثاني مرحلة اسمينها S وثالث مرحلة اسمينها G2 إذن بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة أشكر اللحظة في هذه المرحلة أن النوو المكون من عنصران التي تحول إلى صبيريين إذن أشغل التلولب والثالثة والثالث والثالث إذا وقع التلولب هنا أشكي بالأساس إذا تكون مرحلة التمهيدية التي تنتز بالتلولب ثم سأصل إلى أقصى التلولب هنا سيكون تلولب أكثر وبالتالي هنا أشغل غلق صبيري وهذا سيكون صبيري ومرتبط بجزي مركزي ثم سأصل لمرحلة انفصالية شنطر الجزي المركزي وكل صبيري أم لك المكون صبيري وصبيري وصبيري واحد ومن أشغل تلاحظوا في المرحلة النهائية ستكون عندي خليتين بنتين من جديد هذه الخلية اللولة والخلية الثانية وكل خلية من الخليتين البنتين ستخلو في مرحلة السكون بإزالة التلولب من جديد وبالتالي خليت نووي في المرحلة الجيء ثم عيون نسخ في المرحلة الس التقاء عيون النسخ والتحام وضغور جوش الخليطان من كل جهة لغنس من المرحلة الجيء ثم التلولب في المرحلة تمهيدية أقصر تلولب مرحلة استوائية انفصال المركزي في الانفصالية والنهائية تكون من الثليتين إيجه يعني أن كل خلية عندها جوجة الأطوار من المهمات أو طول الأول لي يمكن الس لدوز المرحلة لنصد ومرحلة انقسام خلاوي غير مباشر العود فالآخر ، والآخر عن النووي ستقسم الحصول إلى جزء إذاً تكون مراحل انقسام الخلاوي غيم مع مرحلة السكون التي تسبقه دورة خلاوية إذا ما هي الدورة الخلاوية ، تتمر من الخلية من بداية مرحلة السكون ل إلى مرحلة السكون الموالية وكما معادلة نهائية ، مرحلة السكون زائد مرحلة انقسام غيم كيف تكون دورة خلاوية ، وما ستنجنى من هذا الشيء كامل خلال الضوء الخلوية يتم الحفاظ على الخبر الوراثي أي عدد السبغيات عند نقل من خلية الأم إلى خليتين البنتين لماذا؟ لأن مرحلة السكن كان عندي خوية واحد أو جوش والانقسام كان عندي جوش أو عندي واحد يعني دائماً يبقى عندي العدد لي وابش مدينا وابش تخرنا يعني أن أول شيء هاد الخلية البنتين يحفظوا على الخبر الوراثيات بفضل مضاعفة السبغيات أثناء مرحلة السكن إذا المرحلة السكن كل سبغي مكم صبغي وحتى اللي سبغي مكم صبغي وحتى اللي سبغي مكم صبغي مكم صبغي وتوزيع السبغيات المضاعبية تسوي على الخلية البنتين خلال مدى انقسام غير المباشر واضح؟ إذا هذا خصوص طولي البنس نعم بالنسبة للدورة السبغية لاحظوا معي الوثيقة التالية تشكل الوثيقة التالية الشكل السبغيات ونحن أيضاً نقوله سلوك السبغيات في مختلف مراحل الطوال الخلوية وقال لكم مرحلة السكن لاش كتكون ثلاث مراحل الجي أس والجي دو أما الانقسام غير المباشر كتكون تميديا استيوائيا فصاليا ونيائيا لبخوفازا متافازا نافاز إلى التيلوفاز إذا السكن لانقسام غير المباشر فيه ثلاث مراحل والانقسام غير المباشر فيه أربع مراحل نحن نقوله جيداً ما سنستخرجه من هذه الوثيقة كلها أن مرحلة السكن تكون ثلاثة دول مراحل ومرحلة الانقسام غير المباشر بعد المراحل إذا أشكي وقع في مرحلة السكن جي أس كيكون خيات ناوي مزال تلولو المرحلة الس كي ضرع عيون الناس وكي التحمل بعضياتهم وكل جيهة كي خرجوا منها جوج وبالتالي جي دو كل خيات ناوي ولا خياتين ناويين مرتبطين بماذا؟ بجزء مركزي أشكي وقع في مرحلة تمهيدية التلولو ثم مرحلة استوائية أقصى التلولو ثم الفصالية ووانشطة أجزاء مركزي وكل صبغي أملكا في صبغيين والله صبغي إبن مكم صبغي واحد ثم مرحلة اللي النهائية أشكي وقع فيها إزالة التلولو ثم من جديد غير زال تلولو كلياً في مرحلة سوكل موالية لكل خلية بنت وكل خلية غير عود يولو في عيون نسخ في أس ويولو في خليتين في المرحلة موالية ديال جي دو يعني الأسئلة يعطي أسماء أس ومثلا في الوثيقة رغم بينين إذن عيكوا على الشكل التالي إذن من جي أم تل جي دو تميزات بالتضاعف يعني كان خليت ولا خليتين إذن من جي أم جي دو ولا عندي التضاعف من جي أم إلى التمهيدية تميزات بالتلولو من التمهيدية الإستوائية أقصى التلولو وهنا باش تميزات بالإنفصال ومن لاحظوا معي من الإنفصالية للنهائية تميزات بإزالة التلولو وبالتالي عندي خليتين بنتين كل خلية بنت تغتز عبر مرحلة السكون الموالية واضح إذن كأجوبة نلاحظ أن الصبغيات عناصرية تغير مدعبها خلال الضوال الخلوية خلال مرحلة السكون يتم متضاعف الخليات النووية غير ملولب لتكون الصبغي من صبغيات يرتبطان بواسطة الجزاء المركزي أو صبغيات أما المرحلة الإنفصالية فكينفاصل الصبغيات أو صبغيين مكونا لكل صبغي فيصبح الصبغي بالمكونا من صبغي واحد بينما النهائية كل صبغي إبن كيف قد تلوله بدلو كيتحول إلى صبغين أي خليات نووية غير ملولة وهذا تحفظه معقل لهم جيد إذن في مرحلة السكون باش كتنتاز بتضاعف خليتنا واحد الجوش الخليطات التمييدي وإستيوائية تلوله بالخليتين نوويين باش يجعلون صبغي مكونا من صبغي لإنفصالية إنشطة الجزاء المركزي وكل صبغي إبن غير مكونا صبغي واحد المرحلة النهائية كل صبغي إبن غير يفقى تلولو بدلو غير تحول خليتنا ويمزال تلولو أو صبغين وهكذا كاستنتاج كليكي تغير في الضال الخلوية والدورة الصبغية الصبغيات ومن هو الصبغيات بدأ ما كنا نقول النواة لأن النواة فصلنا صبغيات كنن الصبغيات دعامت الخبر الوراثي لأنها تمثل المادة الوراثية التي تنقسم بين الخليتين بشكل متزاوي وقبل ما ندوز الخليطة الصبغية سنرى عدد الصبغيات لنبق كوموزومك تمثل الوثيقة التالية عدد الصبغيات عند بعض الأنواع الحيوانية والنباتية أثناء المرحلة التمهيجية ويتلولو بصبغين إلى صبغيات التي لها عدد معين ويوضح على الشكل واحد عدد الصبغيات لبعض أنواع الحيوانات والنباتات إذن إمتلاقا من هذه الوثيقة بدأ بعض الملاحظات المهمة إذن أشكر اللحظه أن يختلف عدد الصبغيات من نوع إلى آخر كل كائن يمتاز بعض الصبغيات معين تفقين؟ ولكن عندما عند جميع أفراد نفس النوع إذن هذا الأنواع الذي يبدأ لكم هنا لا يمكن أن يقول أن الصبغيات يختلف من فرد إلى آخر من نوع إلى آخر فإن 기� لكن فإنسان نحن كإنسان هنا يحدث الأفراد وإن نوع واحد يكون نوع البشر thereof Eigen يعني احنا كبشر كلنا عندنا ستور بعين صبغي ولكن ما هو الناس التي كانوا عنه ستور بعين صبغي الناس الطبيعيين الذي يكونهم طبيعيا بحاله ما هي الناس الذين عندهم شدودات يعني عندهم أمراض التي يمكنني يشوفهم تغيير في عدد الصيغة الصيغة الصبغية تفهم؟ يعني كل إنسان طبيعي يتميلك النوع ذلك يكون عنده عدد صيغة ثابت واضح؟ ويطلق على الكائنات اللي شفنا الآن بدنائية الصيغة السيغية وكيتكتب الصيغة السيغية دي لها كمثال 2 13 14 عند الفئران 2 14 عند الحوت و 2 16 عند البصل وعلى الصيغية تلك يهتمش بالحجم والقد دي الكائن أيضا نراحض أيضا أنه تحتوي بعض الأنواع كالمجهارية من الفطريات والطحالب والبكترية على على تفردي من السبريات ويطلق على الأنواع بقحادية الصيغة السبريات ونكتب الصيغة السبريات لها كأين تسويه عند البكتريات وإن تسويه عند الأسبرجيولوس وواضحين بينهم الخريطة السبريات يسمى كاريوتيب ويجب أن يكون لديهم طبيعيين أو طبيعيين وهذه الخريطة السبريات مهمة بذلك أليف المعايير المعتمدة لإنجاز الخريطة السبريات ننجز الخريطة السبريات للإنسان داخل المختبرات انتلاق من الكوريات المفاوية المأخوذة من التام باعتماد الخطوات التالية إذا كنت أخذوا واحد الإبرا كنت أخذوا الكاروتين الذي يكون في الليد كنت أخذوا الإبرا كنت أخذوا الدم كنت أخذوا في الأنبوك ونضعوا هذه القطارات الدم غير خطورة في واحد الواسط الذي في واحد المادة تسيب الإنقسام الخلاوية بشكل شبه الفيتويماتوغلوتينين هذه المادة تجعل الدم يبدأ ينقسم الخلايا بطريقة سريعة لأنك تعرفوا أن الدم إلى مكوم الكوريات بيضاء و كوريات حمراء الكوريات الحمراء تحضف لديها ك REALوج هذه المادة مادة الكوليشستين يمستخلص نباتي كي منع تكون مغزل انقسام ولا منعلي تكون مغزل الانقسام اش كي بلدين هنا كي بلدين الحالات اليوم اش نعمة اذا ان الخلية ما علي جنتز مرحلة انفصالية وان ايضا الخلية ستبقى في المرحلة التي هي استوائية ان الخلية اشتغل تكون في مرحلة استوائية سيكون واضح و باين و سيكون اقصى التلولوك ثم هذه الخلية المادة الكوليشستين سوف نضغط ناقص التركيز كي يدخل لها المحلول المائي بزاف وبالتالي سوف يدلل انفجار وبالتالي الخلية سوف نفاجأ و تحرر السبريات من بعد هذه السبريات سوف نضغط باضافة مادة الكلوروفون وفي اجد موش العقلت كيف نتوجه الكلوروفون لانه مختبط يجعل الكائن العناصر الكيني فيك يبقوا ثابتة و محتفظة بها ثم نأخذ صورة مجالية السبريات بعد عملية الوين و نكبرها و نأخذ كل السبري و مكووم نعيدات الشريطة نقلب بل السبري المماثل و كم تكارتبوهم حسب الشكل التالي إذا كنتم معي هذه المراحل كلها لكي تقلوا لخاصكم تقلوا لأنه كشارتكم بالأحمر لأنه مهم جدا لكي نضغط خريطة صبريية نستعمل مادات في طائمة غليتينين لكي تساعد الإنقسامات بطريقة كبيرة للكوريات لنفاوية ثم نأخذ نأخذ مادة الكولشي سيليكات من التكوين المغزلة لأنه يبقوا صبريات في مرحل استوائي لكي يكونوا أكتبوا وضوحا ثم نضغط الماء أو ناقص التوتر لأنه يدخل الخليج حسن مدى التنافض بالتالي سيجد انفجار الخلايا و أيضا نضغط مادة الكولوروفورم هذه المادة الكولوروفورم ستببت لي السبريات و في الأخير سنضغط تلوين جلد السبريات وبنكلونهم يمكن أن يكونوا لدي كل سبري كي يبقى مرادف جياله إذا كانوا على شكل تنائية صغاء السبريات كانت هنا تنصور صورة لكي نأخذ السبريات فى خلية جسدية كيف كانوا تظهر إتصار خليج و كانت نفاجرات الخلية و كل جزء قطعه ونضغط الماء للصوات و أعطيهم رقم 1 ثم عندهم اخر نضغطهم رقم 2 و هذا كان تتبقى حدث سبريات و أعطيهم ذلك وبنهي ينقل بنا يجب حسب الطول و شكل وتنوضوع الجزء و هذا كان نعطيه 1 جيسج 3 4, 5, 6, 7, 8 طالي من العدد من الناية والذي يتبقى عليها في الأخير كان أعطيهم حروف إذن لذي يبقى عندي من الأول إلى الأخير إذن من الأول إلى الأخير كان أعطيهم أرقام وكان أسموهم بالسبغيات لا جنسية لكن هذه الأخيرة التي يكونوا مختلفة أو متشبهة كان أعطيها بالحروف يعني إكس إيقراك إلا كان الكبير إكس وصغير إيقراك و إكس إكس إلا كانوا بجوجهم كبار واضح؟ أو كان جيت لين؟ لذي يسهل عليها بلا ما نشوفها قد لطول و كم تكن حط الصبغيات لما يتماتلين عندهم نفس اللون واضح؟ الخريطة الصبغية إذا نشوف معي هذه تمثل وثيقات تالية خريطة الصبغية للتالب كأسئلة ما هي المرحلة المتلى لإنجاز الخريطة الصبغية من مراحل إنقصام الخلوة الغنباشر هي مرحلة إستوائية لماذا؟ لأنها تكون فيها الصبغيات قد وصلت أقصى تلاول بها مما يسهل ملاحظتها ثم السؤال الثاني ما يصيغ الصبغية للتالب؟ إذن هادو أعطونا هنا الأرقام أشكدنا الأرقام تيمكنه دائما صبغيات الجنسية وهادو صبغيات جنسية إذن كنبدأ كنقول واحد جوش ثلاثة إذن هادو الأزواج رقم واحد هو الأزواج إذن ننسوش في جوش إذن لغو الثاني الثالث راب وكنبدأ كنحسب كلهم هات الصبغيات إذن نجيي خلط الطريقم ثديدا ثمات 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 ث obrig ثمت الزيور ثمات ثمات ثمت 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 إذا فهذا الخريطة السبغية عندي 38 ولحسبتنا أيضا بنفس الطريقة ستجد 38 كي نعرف ما ستجد لأن كل سبغي المماثل لديه إذا 20 ستجد 38 إذا لا يمكن أن أقول سبغيات الخريطة السبغية للتعليب كيف هي زوجية حيث أن لكل سبغي سبغي آخر مماثل لغفاج في الشكل والقد والتموضوع الجزء المركزي وهكذا نتكلم على السبغيات المتماثلة الكرموظام أمولوج يعني إذا أعطوكم في الانتحال وطني عرف سبغيات المتماثلة أشغل كلها هي سبغيات متماثلة في الشكل والقد والتموضوع الجزء المركزي وكعنوز لها باش بآآآ بحيث آآآ الزوج من السبغيات المتماثلة اللاجنسية مواضح؟ وكقاعدة يتم التعبير عن مجموعة السبغيات لنوع معين بالصيغة السبغية ونرمز لها بدزن إلى كرعات السبغية الزوجي وأنواع الأزواج نرمز لها بأن إلى كرعات السبغية الزوجية وكما ملحوظة الخلايا الذين يحملوا الخلايا الذي يكونوا دزن وبالتالي هات الخلايا تسموها خلايا تنائية سيغة السبغية سلو الديبلويد ولكائنات تلتبطوها تناهيات سيغة السبرياتMmreto جرمنا سيرا السيبرية زوجية فيها صبريات متماثلة وقلنا دوزان كتساوي كم ثمانية وثلاثين صبريات إذن ما هي الصيغة الصبريات للتعلب الذكر و للتعلب الأنطة هنا أعطونا في الأول الذكر هنا أعطوني أنطة إذن يمكن الاختلاف الملاحظ في الزوج رقم 19 إذن هنا رقم 18 و 18 هي آخر إذن الزوج رقم 19 وذلك نعطيه الرمود يعني إما XY أو XX إذا قلنا XY وهذا XX إذن ستلاحظون معي هنا طريقة بسيطة بزد إذا كان XY فهو ذكر كان XX فهو أنت إذن يمكن الاختلاف ملاحظ في الزوج رقم 19 من التمييز بين الذكر و أنت لذلك أنه يتزمى بالزوج الجنسي لأنه يتكوى من صبريات جنسية لأنه يتكوى من صبريات جنسية كرموظام سكسيال ومنه في الخريطة ألف الزوج رقم 19 تكوى من صبريات جنسية مختلفة يترمز لهما بXY الأكبر يكون X والأصغر يكون Y ويرمز لهذا الاختلاف في الزوج XY لجنسي الذكر إذن سيغة صبريات التي أتي على الذكر إما كنكتبوا دوزان كتصوى 230 أي المجموع كله أو دوزان لأن الصبريات متماثلة هنا شحال من صبريات جنسية شحال عنده من رقم إذن 18 الزوج شحال من صبريات 36A زائد XY أيضا سنقوم بإذن 2 زنج من زوج 18 الزوج إذن سنكتب 18AA زائد XY ودائما نقوم بإذن المفتاح ومن ثم سيغة الصبري الجنسي XX كي يرمز لجنس الأنت ومن ثم نقول دوزان جموع الصبريات حسبنا القناة 38 ثم نقول دوزان شحال من صبري الجنسي عنده 18 الزوج نحن عمدي 36 سبري لجنسي إذن 36A ثم نقوم بإذن 18AA ودائماً لنفتاح نكتبوه كيف أكثر المفاهيم؟ تمثل الوثيقة التالية خريطة صبغية للإنسان سؤال أول عرف الخريطة الصبغية هي بسيطة جداً إما أدريكم في طريقة الأولى الثانية هنقول الخريطة الصبغية هي مجموعة الصبغيات موجودة داخل الخليل واحدة والتي تسمى أيضاً بالزينة الصبغية بعد ذلك نقارن بين الخريطة نفس الطريقة وهناك صبغيات لا جنسية وهذه صبغيات جنسية والرموس والحروف يقولون بأنهم جنسية إذن هذه الأشياء ستكون أمتة وهذا سيكون ذكر ونحسب الصبغيات نفس الطريقة التي أردتكم قبلها واحد جوج 3-4 غير هذه المرة سنسولكم السؤال سنقول لكم لماذا في الحالة التي كانت صبغي مكوم صبغيين وهذا الحالة السبغي مكوم صبغي يخبرون هذا ال�imdi يولون لأن في الخريطة السابقة استعملنا واقف إستحل مادات كولشيسين والمادات الكولشيسين لنا وأنتج الخريطة السبغي كيف شنهر عندي السبغي مكوّن سبغي واحد أن تمت في المرحلة الانفصالية واضح إذن عرفنا الخريطة السبغية لذلك نقارن بين هاتين خريطتين السبغياتين نمثل الخريطة السبغية أليف أشهد كان الأشكال لحد نلاحظ أن هناك كم 23 زوج من السبغيات المتماثلة كلها فيما بينها ومن هاتين وعشرين زوج من السبغيات الجنسية وزوج من XX من السبغيات الجنسية بينما في الخريطة يلاحظون أن هناك أيضا شحال 22 زوج من السبغيات المتماثلة وزوج من السبغيات الجنسية الغير المتماثلة اللي هو XY الكبير X بصغير Y ثم أعتصرها السبغية إذن بما أن الخريطة السبغية شحال فيها 47 إذن خريطة السبغية الإنسال أنها السبغية تزن كيسا 47 إذن الخريطة السبغية أليف عند المرأة والخريطة السبغية للرجل ومنه الصيغة السبغية عند المرأة هي دوزن كتسا 47 وحتنا نجموع كلنا شحال من السبغي إلى جنسي إذن عندي 22 زوج إذن 44 سبغي يعني 40A زائد XX أو دوزن كتساوي شحال من زوج 22A زائد XX بينما الصيغة السبغية عند الرجل هي إذن عندنا دوزن كتساوي 47 سبغي كيف نشوف ما هي هنا زائد لنك تلاحظوا داني دوزن كتساوي كم ليه شحال مجموعة عندنا 44 سبغي إذن عند كيف ما كتشوف عندنا 22 زوج إذن غنقل 44A زائد XY وأيضاً سنعود نشوفه بطريقة أخرى اللي شحال نجم الزوج يعني هنقول دوزن كساوي 22 زوج إذن AA زائد XY ودائماً دائماً في الخريطة السبغية إلا ما كتبتش المفتاح حركة تحت لها ديش كله السفر لأنه ما عافش المصحي حرموذ اللي ستستعمل إذن AA زوجنا الصبريات الجنسية X X X زوجنا الصبريات الجنسية AA Z A Z Z Y Z Z Z Z Z X � Z Z Z Z Z Z Z Z F Z Z Z Z Z ستختزل بالناس فهنا ستختزل بالناس هنا لهذا سيكون هنا دوزان اللي كانت ستاربتين ستكون تلك نكسر 23 ومن هو الى تختزل بالناس ستكون عندي المرأة تشمل نوع اذا كشيرك إذا كنت ستكون سابرية هي دوزان تساوي 44A زائد XX فشاء تنتج للمرأة نوع واحد من الأمشاج لأن N 22A 22A XX فرق X نوع X نوع X إذا المرأة تنتج نوع واحد من الأمشاج تنتج نوع واحد من الأمشاج بينما الرجل ينتج نوعان من الأمشاج كيف ما تلاحظوا معي هنا إذا كان الرجل عنده دوزين تساوي كم ينتجوا بالتقريب الأساسي 49 سبغية كيف ستكتب السبغية بطريقة الأخرى هي 44A A زائد XY يعني سنفرق هذه الدوزين إلى N N و 22A A و 22A و 22A و X للخلية والأخرى للخلية الأخرى إذا كان X و Y ينتج نوعان من الأمشاج بينما تنتج نوع واحد من الأمشاج و من و لذلك نبينت لكم هذا كله و لذلك نقول لكم خاصة مهمة تقريبا لها أنه الذي يحدد الجنس عند الجنين هو الرجل ليس المرأة لأن المرأة تنتج نوع واحد من الأمشاج وهو X يعني الرجل إضافة X و أطلقت X يعني المرأة ستخرج أنت إلى الرجل إضافة Y و أطلقت X و تعتني الرجل ذكر الذي ستولد هكذا وضع يعني أن الرجل يحدد الأمشاج بالحرصة مرأة وтоs نقوم بها يبدأ